استضافة سلطنة عمان للمؤتمر السنوي لشركات اتحاد السفر الوطني لمملكة هولندا وبمشاركة 185 شركة يمثلون القطاع السياحي في المملكة يعد فرصة لتقديم واستعراض سلطنة عمان كوجهة سياحية لشركات القطاع السياحي والإعلامي في السوق الهولندي حضور عدد كبير من الشركات ما يقارب 200 شركة اليوم للمؤتمر يعد فرصة للتعريف بالمقومات السياحية والمعالم الأثرية التي تمتع بها سلطنة عمان مما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية في المنطقة ويسمح للشركات العمانية من الجانب العماني بعقد اجتماعات ثنائية مما يتيح الفرصة للمزيد من الأعمال في الجانب المتعلق باستقطاب المزيد من السياح المؤتمر الذي يستقطب الشركات السياحية من سوق هولندا يساهم في التعريف بالمناطق ذات الجذب السياحي والتجارب السياحية الفريدة والتعريف بالمواقع التراثية وتقديم صورة شاملة للشركات التي سينعكس دورها لاحقا في الترويج لسلطنة عمان ويعزز المساهمة في التعاون مع الشركات المشاركة لجذب السياح من السوق المستهدف وتبادل الخبرات والمعرفة مع الشركات النظيرة لها في سلطنة عمان كل سنة نحاول إيجاد وجهات جديدة اختيارنا سلطنة عمان هذه المرة فرصة كبيرة للسوق الهولندي بلا شك عمان تتمتع بمقومات سياحية فريدة في مختلف المجالات لاحظنا زيادة في عدد السياح الهولنديين إلى سلطنة عمان بنسبة 62% وهذا مثير جدا ونحن واثقون بأن هذا المؤتمر سيساهم في جذب العديد من السياح لسلطنة عمان ويأتي المؤتمر السنوي لشركات اتحاد السفر الوطني لمملكة هولندا ضمن الفعاليات التي تعول عليها وزارة التراث والسياحة في مجال الترويج السياحي وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية على الساحة العالمية وتتضمن فعالية المؤتمر زيارات لبعض المحافظات لاستكشاف الفرص والتجارب السياحية والأسواق التراثية والقلاع والحصون والمزارات المختلفة فيها واستكشاف المحتوى الأصيل للتراث الثقافي والطبيعي في سلطنة عمان والابتكار في تقديم منتجات وخدمات استثنائية لتعزيز ارتباط السياح بالأماكن والأشخاص وبناء منصة تفاعلية ثقافية متبادلة بين المجتمع المحلي والسياح بالإضافة إلى الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثنائية تقدم منتجات متميزة وتجارب فريدة استضافة سلطنة عمان للمؤتمر السنوي لاتحاد السفر الوطني لمملكة هولندا يعد فرصة سانحة للتعريف بما تكتنزه سلطنة عمان من مقاومات سياحية وتراثية وتاريخية جاذبة محمد بن عمير الهنائي محافظة مسقط